أربع شروط مؤكدة لاستجابة دعائك مهما كانت دعوتك بعيدة بسم الله الرحمن الرحيم شروط إجابة الدعاء هم أربع شروط بس هو خلينا نتفق أن الله تبارك وتعالى وعد بالإجابة تعرف يعني يا رب وعد بالإجابة يعني أن الله لا يخلف المعاد يعني طالما وعد بالإجابة وقال ادعوني فاستجب لكم لازم يكون عندك يقين ولازم تكون متأكد أن دعوتك مستجابة الفرق الوحيد هو إمتى حتستجاب الدعوة وشكل إجابتها إيه مش لازم بالشكل اللي انت رسمه ممكن بشكل تاني خالص بس هو وعد بالإجابة ولكن في التوقيت الذي يريد لا في التوقيت الذي تريد وبالطريقة التي يريد لا بالطريقة التي تريد أما أن هناك دعوة لا تستجاب كل الدعاء مستجاب أيها بس أنا دعيت وما حصلش أبدا ممكن اتأخر لا 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 الموضوع الموضوع أصلا باظ حيديهولك بطريقة تانية لأنه هو وعد باستجابة الدعاء إن الله لا يخلف المعاد إنه كان وعده مأتية ومن أصدقه من الله قيلة ومن أصدقه من الله حديثة الدعاء مستجابة جماعة لازم يكون متأكدين من الكلام ده ربنا مديك سلاحه وعد ضيعه أحيانا يستجب لك فورا ليزود يقينك وأحيانا يأخر عليك علشان يختبرك في تسليمك أنت مسلم لربنا ولا لا عشان يختبر يقينك أيضا يدي لك الدعاء أول ما تدعي علشان يزود يقينك ويأخر لك الدعاء عشان يختبر يقينك لا إله إلا الله أربع حاجات ممكن لو سمعت تكتبهم وممكن تحافظ عليهم وإنت بتعمل الأربعة إنت متأكد أن دعوتك مستجابة إن شاء الله واحد اليقين في الإجابة أنا متأكد كل اللي قلته قبل كده لو إنت مش موقن أن ربنا حيستجيب لك ما تدعيش لو إنت بتقول بس صعب ما تقولهاش صعب على مين علي السقف بداع دعواتك ربنا سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون يغير كل الدنيا اللي قدامك في يوم قادر سبحانه وتعالى إيه الصعب اللي في حياتك إيه الصعب على ربنا أول حاجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أدي الشرط الأولاني الشرط التاني الخشوع أثناء الدعاء لو إنت بتدعي كده وإنت كده مش حاسس لا 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 لازم الإحسان يبقى موجود الإحسان اللي هو إيه كأنك ترى إنت بتدعي وكأنك وكأن دعائك واصل تحت العرش وكأن الملائكة تؤمن على دعائك وإنت متأكد أن الله يسمعك الآن ويستجيب لك الآن خشوع أثناء الدعاء إحساس عميق ما هو الإحسان هو الإحساس حاسس أوي باللنا بقوله حاسس أن أنا قريب من ربنا يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب أنا أعلم متى يستجاب دعائي قال له كيف قال إذا خشع القلب واهتزت الجوارح أقول هذه ساعة إجابة واحد اليقين اتنين الخشوع أثناء الدعاء تلاتة عدم الاستعجال هو وعد بس إمتى هو مين اللي بيدير الكون أنت؟ لا استغفر الله العظيم قال له الخلق والأمر يؤمر في الوقت اللي هو عايزه ما تستعجلش ما تبقاش عامل زي اللي بيروي زرعة وهي لسه ما طلعتش فوق الأرض يقول دي ما طلعتش وهي كانت خلاص طلعة ما توقفش دعا في اللي أنت نفسك فيه ده الشرط الثالث الشرط الرابع والأخير طيق والله إزاي عايز ربنا يحقق لك طلباتك وإنت أصلا بعيد عن ربنا كل البعد استجب لربنا يستجيب لك علشان كده الآية اللي بتتكلم على استجابة الدعاء جاه فيها كلمة فليستجيبوا لي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي لما تقرى المصحف تلاقي أجيب وتحتيها في السطر اللي تحتيها فليستجيبوا أنت تستجيب وهو يجيب هو يجيب لك لأن انت استجبت والصورة دي جاية في آيات رمضان لأن احنا استجبنا لربنا في رمضان بالصيام وبطقوى الله اتق الله على قد ما تقدر واستعد لرمضان بتقوى الله يستجيب لك دعائك في رمضان أربع شروط لإجابة الدعاء اللهم اقبل دعائنا واستجيب لنا وافتح علينا وارزقنا الإحسان واجعلنا من عبادك المحسنين وبلغنا رمضان وبلغنا ليلة القدر وأنت راضٍ عنا آمين يا رب العالمين شكرا والسلام عليكم ورحمة الله